بسم الله والحمد لله و صلى الله و سلم على رسول الله و على آله و صحبه و من ولا حياكم الله و أهلاً و سهلاً بكم أبناء الطلاب و بناتي الطالبات في التربية الفكرية للمرحلة المتوسطة للصف الأول المتوسط لمادة القرآن الكريم و الدراسات الإسلامية يصحبكم المعلم أحمد بن علي الدوسري أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس و الذي سيكون بإذن الله تعالى عن درس جديد ألا و هو درس دعاء النوم و كما عودناكم و قبل بداية كل درس نستمع إلى تعليمات الدرس و إلى آداب الدراسة عن بعد و أن نتعرف على الأهداف المتعلقة بالدرس نستمع إلى تعليمات الدرس نرجو من الأسرة الكريمة تهيئة الجوء المناسب و إحضار الكتاب و الأدوات اللازمة و الاستعداد الجيد للدرس نستمع إلى آداب الدراسة عن بعد و لن الجلوس في المكان المناسب و المهيئ للدراسة ثانياً متابعة الدرس حتى انتهاء الوقت المخصصي للحصة و ثالثاً إحضار الأدوات اللازمة من الكتاب و من القلم القابل للمسح الآن نتعرف على الأهداف الهدف العام هو حفظ دعاء النوم أما الأهداف الخاصة فأولاً أن يحفظ الطالب و أن تحفظ الطالبة دعاء النوم بشكل صحيح ثانياً أن يردد الطالب و أن تردد الطالبة دعاء النوم مع المعلم بشكل صحيح و ثالثاً أن يكتب الطالب و أن تكتب الطالبة دعاء النوم بشكل صحيح الآن يا أبطال دعونا ننتقل إلى درسنا و هو دعاء النوم دعاء النوم الآن نريد منكم أن تفتحوا الكتاب على صفحة ثمانية و عشرين و نذهب إلى النشاط الأول إلى النشاط الأول الآن في هذا المربع الذي أمامكم هذا المربع نريد أن نكتب صيغة دعاء النوم صيغة دعاء النوم ما هو دعاء النوم؟ دعاء النوم باسمك اللهم أحسنتم باسمك اللهم أموت وأحيا إذن نردد هذا الدعاء باسمك اللهم أموت وأحيا نعيد باسمك اللهم أموت وأحيا نعيد أيضاً يا أبطال باسمك اللهم أموت وأحيا هذا هو دعاء النوم دعاء النوم أريد منكم يا أبطال أن تحفظوا هذا الدعاء أن تحفظوا هذا الدعاء حتى إذا ذهبتم إلى النوم تقولون هذا الدعاء باسمك اللهم أموت وأحيا باسمك اللهم أموت وأحيا أحسنتم يا أبطال ننتقل الآن إلى النشاط الثاني وفي نفس الصفحة في صفحة ثمانية وعشرين في صفحة ثمانية وعشرين نريد أن نصل بين الصورة والإجابة الصحيحة متى نقول دعاء النوم؟ متى نقول دعاء النوم؟ هل نقول دعاء النوم ونحن نأكل الطعام؟ أو نقول دعاء النوم؟ ونحن أو إذا أردنا أن ننام؟ ما هي الصورة المناسبة لكي نصلها بدعاء النوم؟ هذا هو دعاء النوم باسمك اللهم أموت وأحيا أين نصل هذا الدعاء؟ نصله بالصورة الأولى أو بالصورة الثانية؟ من يجيب يا أبطال؟ أحسنتم؟ نعم نصل دعاء النوم بالصورة الثانية بالصورة الثانية إذن نقول دعاء النوم إذا أردنا أن ننام؟ ماذا نقول باسمك اللهم أحسنتم أموت وأحيا باسمك اللهم أموت وأحيا عرفنا الآن متى نقول دعاء النوم؟ ننتقل الآن يا أبطال إلى النشاط الثالث وأريد منكم فتح الكتاب على صفحة تسعة وعشرين هنا يا أبطال نريد أن نرتب كلمات دعاء النوم هذه البطاقة الأولى وهذه الثانية وهذه الثالثة وهذه الرابعة الآن نريد أولا أن نرقم البطاقات بالشكل الصحيح ثم نعيد كتابة دعاء النوم على السطر نضع رقم واحد على أي البطاقات الأربع؟ على البطاقة ماذا؟ أحسنتم على البطاقة الرابعة على البطاقة الرابعة نضع عليها رقم واحد ثم رقم اثنان على البطاقة ماذا؟ أحسنتم على البطاقة الأولى ثم رقم ثلاثة على البطاقة أحسنتم الثالثة ثم رقم اثناء ثم رقم اربعة على البطاقة أحسنتم الثانية إذن باسمك اللهم أموت وأحيا باسمك اللهم أموت وأحيا الآن نعيد كتابة هذه البطاقات مرتبة على السطر بهذه الطريقة إذن نكتب باسمك اللهم أموت وأحيا باسمك اللهم أموت وأحيا أحسنتم يا أبطال إذن الآن رتبنا كلمات دعاء النوم رتبنا كلمات دعاء النوم باسمك اللهم أموت وأحيا الآن يا أبطال دعونا ننتقل إلى هذه اللوحة التي أمامكم ونرى فيها هذه البطاقات الملونة وفيها دعاء النوم ولكنه غير مرتب أريد منكم الآن أن تساعدوني في ترتيب هذه البطاقات حتى يكتمل لدينا دعاء النوم نبدأ بالبطاقة ماذا بالبطاقة أحسنتم بالبطاقة الصفراء بالبطاقة الصفراء باسمك ثم ماذا بالبطاقة أحسنتم نعم بالبطاقة الزرقاء باسمك اللهم ثم بعد ذلك أحسنتم نعم بالبطاقة الوردية باسمك اللهم أموت وأخيرا أحسنتم وأحيا الآن اكتمل لدينا دعاء ماذا؟ دعاء النوم باسمك اللهم أموت وأحيا نعيد باسمك اللهم أموت وأحيا هذا هو دعاء النوم يا أبطال نحفظ دعاء النوم ونقول دعاء النوم قبل أن ننام ونقول دعاء النوم قبل أن ننام الآن يا أبطال أريد منكم أن تكرروا معي دعاء النوم حتى نحفظ دعاء النوم سويا باسمك اللهم أموت وأحيا باسمك اللهم أموت وأحيا نعيد باسمك اللهم أحسنتم أموت وأحيا إذن ما هو دعاء النوم باسمك اللهم أموت وأحيا أحسنتم يا أبطال إذن حفظتم دعاء النوم لا تنسوا دعاء النوم إذا أردتم أن تناموا لا تنسوا دعاء النوم إذا أردتم أن تناموا يا أبطال إخواني وأخواتي أولياء الأمور هناك توصيات أتمنى منكم الاستماع إليها فأقول حتى يتمكن الطالب والطالبة من الاستفادة الكاملة من المنهج الدراسي يجب على الأسرة مراعاة عدة أمور أثناء مساعدتهم ومنها أولا تهيئة الجو المناسب للتعلم والحرص على مكان هادئ ونظيف وذي إضاءة جيدة ثانيا استخدام الجمل والعبارات المحفزة للطالب وتعزيز استجاباته الصحيحة والبعد عن عبارات اللوم والنقد والمقارنة بالآخرين ثالثا التواصل الدائم مع المدرسة من خلال منصة مدرسة لمواكبة المنهج والطلاع المعلم المختص على تقدم الطالب في الخطة الفردية شكرا لكم إخواني وأخواتي أولياء الأمور وشكرا لكم أنتم أيضا أبنائي وبناتي على المشاركات الرائعة والجميلة ألتقيكم بإذن الله تعالى على خير نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته